موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في برنامج صحبة أمان لعلاج التوحد في أمريكا موضوعنا اليوم هو كيفية تعليم أطفال التوحد ودوي الاحتياجات الخاصة ظروف المكان لذلك سنأخذ بعض الأمثلة البسيطة ليستطيع الطفل فهم الموضوع بشكل بسيط أول شيء يجب اختيار الوقت المناسب لتعليم الطفل مثلا نأخذ كمثال أوقات شرب القهوة أو الشاي كل العائلة تكون موجودة على الطاولة ونأخذ كرة مثل هذه مثلا هذا مثل بسيط مثلا نضع الكرة خلف الفنجان ونبدأ نعلم الطفل كيفية استعمال ظروف المكان نقول لها الكرة خلف الفنجان ثم نبدل موقع الكرة نضع الكرة أمام الفنجان ونقول له الكرة أمام الفنجان نكرر ذلك عدة مرات حتى ترسخ المعلومة في رأس الطفل إذا كان الطفل قادر على التمييز ما بين الألوان ويعرفها نأخذ المثال الثاني وهو أخذ كرتين بلونين مختلفين ويكون السؤال أكثر تعقيدا تسألين الطفل أين الكرة الصفراء ويجيبك مثلا الكرة الصفراء على اليمين أين الكرة البنفسجية الكرة البنفسجية على اليسار ثم يعني تبدأ بنقل تلك الكرات وعملها في موقع آخر وسؤاله ودائما يجب الأخذ بعين الاعتبار لأشياء التي يحبها الطفل إذا كان يحب الألوان والكرات نقوم باستعمال المثال الذي قدمته الآن إذا كان يحب الأرقام والحساب والرياضيات نقوم بالمثال الثاني مثلا هكذا نكتب في لوحة أو ورقة بيضاء أرقام على التسلسل ثم نبدأ بسؤال الطفل مثلا أين الرقم 2؟ الجواب هو الرقم 2 ما بين رقم 1 و 3 مثلا نسأل الطفل أين موقع الرقم 2 بالنسبة للرقم 1؟ الجواب هو الرقم 2 خلف الرقم 1 مثلا نسأل الطفل ما هو موقع الرقم 3 بالنسبة للرقم 4؟ الجواب هو الرقم 3 أمام أو قبل الرقم 4 إذا كان مستوى جيد في الرياضيات نأخذ عمليات القسمة مثلا 4 مقسومة على 8 الرقم 4 في الأعلى والرقم 8 في الأسفل وبهذا نكون قد استعملنا كل الجمل التي تتعلق بظروف المكان بعض الأطفال يحبون الصور البصرية لذلك نستعمل معهم الصور البصرية مثل هذه لنعلمهم ظروف المكان تكون يعني نأخذ في الصورة مثلا هذه السلحفات إذا كان ابنك أو ابنتك تحب السلحفات يعني في استعمال الصورة البصرية أيضا نأخذ بعين الاعتبار حب الطفل لهذا الحيوان أو الشيء الذي نريد تعليمه به مثال آخر في الحياة اليومية مثلا رحلة بالسيارة مثل هذه أنتم في سيارة أو حافلة الحافلة العامة عادي وتبدأون بالإشارة إلى الأشياء وذكر في كل جملة ضرف مكان مثلا انظر إلى العصفور أعلى الشجرة مثلا انظر إلى سيارة البيضاء ما بين السيارة الحمراء والخدراء يعني في الطريق أكيد يكون فيه سيارات كتر اشرحوا له كل ما تشاهدونه خلال طريقكم مثلا سيارة خارج المنزل تقول له انظر إلى تلك السيارة واذكروا لونها انظر إلى مثلا انظر إلى سيارة الخدراء خارج المنزل يعني استعمالي أي وصف يأتي في بالك في تلك اللحظة لازم يكون فيه تدريبات داخل المنزل مثل ما صورت لكم ويوجد أنشطة كثيرة وكثيرة جدا كنت صورتها في قناتي الثانية مكتوبة في عنوان هذا الفيديو بالأزرق في العنوان يعني اضغطوا عليه تأخذكم إلى القناة الثانية فيها كل أنواع الأنشطة وخلال النزهات وخارج البيت يجب استغلال أي شيء ترونه وكنت صورت لكم عدة رحلات تدريبية خارج المنزل وكل رحلة تدريبية كنت أشرح فيها موضوع وأعمل حتى دورات تدريبية وأشرح كيفية الاستفادة استفادة كاملة من أي نزهة المكعبات أيضا مفيدة للأطفال في هذا التدريب إذا كان يحب الحروف مثلا مثل هذه المكعبات فيها حروف إذا كان يحب الحيوانات فيه مكعبات بأشكال فيها حيوانات أو أزهار أو أي شيء يحبه طريقة الكلام مع أطفالكم مهمة جدا لتحفيزهم على تنمية مهارات الكلام والحوار والاندماج في المستقبل إن شاء الله أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو أي أسئلة أكتبوها في تعليقات لنجيب عليها عبر البت المباشر الأسبوعي أو الدورات الرحلات التدريبية وغيرها نهاركم مبارك والسلام عليكم ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله صفحتي على الفيسبوك أوتيزم أل جي وسي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة